سننتقل لنتابع بعض التطورات المرتبطة بالحالة التقصية هنا في مصر التي أصدرت فيها هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن حالة التقص خلال اليوم وخلال الغد بإذن الله توقعت هيئة الأرصاد هطولة أمطار خلال الفترة المذكورة على أغلب ألحاء البلاد مع نشاط محتمل للرياح والطراب أيضا في الملاحة البحرية حذرت هيئة الأرصاد من تراكم الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد التفاصيل ستكون أوفة وأكثر مع مرنة عادل التي تنضم إلينا بدورها على الهواء مباشرة من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية نرحب بها ونتحول إليها مباشرة لنتابع نحن مزيد من التفاصيل حول حالة التقص اليوم وغدا تفضلي مرنة أهلا بك أبو زيد أهلا بكل مشاهدي شاشة أكستر نيوز بالفعل كما ذكرت توقع هيئة الأرصاد الجوية أنت الخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من اليوم والأيام المقبلة مع سقوط للأمطار بشكل متوسط وبسيط على بعض الأنحاء وبشكل كثيف في أسواحل الشمالية ربما تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية وعن التقص خلال اليوم والأيام المقبلة سنتعرف عليها من خلال ضيفي دكتور محمود شهين رئيس مركز التنبؤات والتحليل أهلا وسهلا بك يا فنديم على الشاشة أكستر نيوز أهلا بحديك يا فنديم سواح خير عليك وعلى كل السيد المشاهدين أهلا وسهلا دكتور في البداية عايزي نتحدث مع حضرتك عن حالة التقص المتوقعة وسقوط الأمطار خلال اليوم والغدوة الأيام المقبلة إحنا طبعا وفقا للبيان اللي أصدرته هيئة العامة أرصاد الجوية والنشرة اليومية اللي بتصدرها إحنا نوهنا إن فيه انخفاض طفيف في درجة الحرارة النهاردة عن الأيام اللي فاتت بحوالي من درجتين لتلت درجات وده اللي حادث بالفعل رغم سطوع أشعة الشمس إلا إن حاسين إن الكتلة الهوائية فيها نسمات من البرودة التقص بالفعل يعتبر مائل البرودة خلال فترات النهار متوقع النهاردة العظمى على القهرة والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 و19 درجة مقوية فرص سقوط الأمطار زي ما ذكرنا في النشرة اليومية وإن الأمطار متوسطة الشدة على كل سواحل الشمالية بداية من السلومة مطروح غربا مرورا بسكندرية رشيد بلطيم برسعيد رفح العريش هذه الأماكن بشمال كفر الشيخ والبحيرة هذه الأماكن بالفعل سقطت عليها سقوط أمطار سقطت عليها الأمطار خلال الساعات اللي فاتت ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة وتقدمت الأمطار بالفعل إلى مناطق من محافظات الواجه البحري وقلنا أن أمطار من واجه البحري هتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة وده حدث بالفعل وصلت الأمطار إلى حدود المنوفية كمان في أمطار في المنوفية دلوقتي فرص الأمطار على القاهرة زي ما ذكرناها تعتبر خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة كمان من اليوم وده وارد خلال الساعات القادمة حتى نهاية اليوم وبداية الساعات الأولى من يوم الخميس إن شاء الله فترات الليل بنشوف فرق كبير بين العزمة والصغرى ما زال الفرق كبير أكتر من 10 درجات مقوية أحيانا خاصة هنستشعر ده خلال الأيام القادمة التقص بالفعل الشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الفترة اللي جاية هناشهد ارتفع تدريجي في درجات الحرارة ممكن يكون ملحوظ في النص الثاني من الأسبوع القادم ولكن طبعا إحنا بنقول حتى الآن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام الظاهرة الجوية اللي ممكن تأثر علينا الفترة اللي جايها الشبورة المائية هي الظاهرة البحيدة اللي هتبقى موجودة اعتبرا من فجر الجمعة وهتبقى على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية هتقل كميات السحب بشكل كبير وهتبدأ تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الجمعة إن شاء الله على أغلب الأنحاء هل هيكون في تأثر في حركة الملاحة في أسواحي الأشمالية مع تساقط هذه الأمطار خلال الفترة المقبلة وخلال اليوم يعني هو النهاردة وبكرة فيه فعلا نشاط رياحة على البحرين المتوسط والأحمر ارتفاع الأمواك بيصل إلى ثلاث أمطار ونصف العمق يعني هو يعتبر اضطراب في الملاحة البحرية ولكنه مش بشكل كبير زي ما كنا بنشوف في الموجات الشديدة عدم الاستقرار اللي كانت موجودة قبل كده واللي وصل فيها ارتفاع الأمواك إلى ستة أمطار على أسكندرية وفي البحر المتوسط هو يعتبر اضطراب طبيعي في الملاحة البحرية مع نشاط للرياح بيرفع الأمواك إلى ثلاث أمطار ممكن إلى حد كبير ما يقصرش على حركة الملاحة البحرية متى ستزال هذه الشبورة وستعود الرؤية الواضحة على مختلف الطرق الصحرية يعني هي الشبورة موجودة معنا خلال الأيام اللي جاية مع الاستقرار اللي احنا هنشوفه وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس هتخلي فترة تكاون الشبورة قليلة شوي فاحنا بنقول فترة تكاون الشبورة عادة بيكون بعد الفجر تقريبا وبتستمر معنا غاية الساعة سبعة كده يعني على الساعة تمانية بتبدأ مع زيادة سطوع أشعة الشمس تبدأ تشتت الشبورة وتتحسن الرؤية تدريجيا على الطرق دكتور محمود شهين شكرا جزيلا لحضرتك نورتان على شاشة أكستر نيوز إذن أبو زيد ومشاهدين هذا كان لقاءنا من داخل هيئة الأرصاد الجوية تعرفنا على حالة التقس وسقوط الأمطار وتصاعد الشبورة خلال اليوم والفترة المقبلة والكلمة إليك مرة أخرى أبو زيد شكرا جزيلا لك ميرنة عادل والدكتور محمود شهين كان معنا على الهواء مباشرة من داخل هيئة الأرصاد الجوية